السلام عليكم جعفر حلقة جديدة من سواء السميث دعنا نتكلم عن آخر الأحداث في عالم الانبيئي جام مورانت ما راح نتكلم عن المستوى المميز جداً اللي قدمه ضد الليكرز خصوصاً في الربع الثالث لما سجل 28 نقطة 39 نقطة اللي سجلها في المباراة وجاب الفوز لفريقة منفس ولاكم طلع اليوم خبر ان جام مورانت ضرب ولد عمره 17 السنة ما عش إلى 13 لكمة يعني بكس له كذا 12 إلى 13 مرة بعد نهاية مباراة كرة سلة بينهم يعني بيك أب جيم كان هذا الموضوع في الصيف الآن توها الشكوة جاية أو توها صايرة الموضوع في الشرطة أعتقد هذا الأخبار بسيطة جداً عن هذا الموضوع بس المشكلة مو بس كذا مو بس انه راح بكس لهذا الولد اللي عمره 17 أو 18 سنة لا انه بعد ما خلص هذا الموضوع موضوع التبكيس راحنا زي عن بيتهم ورفع عليه سلاح فرد فالموضوع الآن الهو حقيقي الهو محقيقي ما تذكر ما في أي تصاريح ما في أي شيء ولا في أي تحليل حتى كثير إلى الموضوع ولكن لازم نعرف أنه كثير من القضايا اللي صار كذا يعني تكون مثلاً ما هي حقيقية تكون فيها مبالغات تكون فيها ابتزاز يكون فيها كثير من هذه الأشياء ما ندري إلى الآن ما في ما في شيء يعني جامورانت أعتقد يعني ما اسمعت كذا مرة سوالف أو مواضيع هذا الشيء يعني أنه يبغي يسوي نفس القانستر أو اللاب جاي من الهود يعني من الأحيال الفقيرة وكذا ويسوي نفس الشخصية هذه التف بس ما أدري كوصلاً نعم مصدر واحد إلى الخبر ما في تفاصيل كثير عن موضوع من الصيف تون أن اسمه عبه ما أدري ننتظر ولكن لو طلع الموضوع صحيح أو في شيء من الصحة ما هتأثر بشكل كبير جداً يعني هو ما هو لاعب عادي أو لاعب بنش أو لاعب من الاحتياط يعني رول بلاير بصير لقضية وخلاص يعني زي صارت من قبل لبعض اللاعبين هذا لاعب بتانشيل سوبرستار لاعب ماكس يعني دائماً نحط أن من لاعبين بتانشيل اللي يجيبوا MVP مستقبلاً وقاعد يقول فريقة لو صار في صحة لهذا الخبر راح يأثر بشكل كبير جداً حتى لو نحلت القضية راح يأثر بشكل كبير جداً على سمعة جاموراند الشيء ثاني متكلم عنه هو عودة الساحر ستيفن كري ووج صرح أن ستيفن كري تربت عودتها بشكل كبير جداً أنا يعرف أن الواريورز خلال هذه الفترة ما يقعد يلعب ستيفن كري بس الشيء اللي حلو عند الواريورز يعني صحي أن يقسر ثلاث مبارا رجع يفوز ثلاث مبارا لنا محافظين على نفسهم تقريباً يعني عن انتصارات زي عدد هزائم لما ما يلعب ستيفن كري وهذا الشيء المطلوب لما يغيب نجمك أنك تحافظ على فريقك كده المهم ستيفن كري حسب الأخبار أنه استمال كبير أنه يرجع أما فجر الاثنين ضد الليكرز أو فجر الأربعة ضد الثندر أو فجر الجمعة ضد الليقريز يعني خلال الأسبوع الجاية كل أمنياتين أبو كري حبيبنا لو سمح تلين بارات الليكرز على جمع أرجع مع الثندر الثندر عندهم غيابات فريق ضعيف تقعد تجلد فيهم شوية كده فراجعك تلعبه بـ 25 دقيقة 30 دقيقة وتجلد فيهم تلين الليكرز على جمع تليني في حالنا وليس يرحم أهلك أرجع في هذه المباريات وما يحتاج تلعب بارات الليكرز يوم الاثنين وتقعد تسبب لنا مشاكل إن شاء الله أنا أتمنى عودة مميزة لستيفن كري لكن من بعد يوم الاثنين وإن شاء الله أن تكون آخر إصابة لستيفن كري لأن اللي يذكر تكلمنا في الفيديو السابق عن كيف حضوظ الواريورز للمنافسة وأكيد عندهم حضوظ كبيرة جدا ولكن هذا الشيء يعتمد على مستوى أو كيف يكون متاح استيفن كري اليوم بعد شفنا عودة كيفين دورانت اللي يذكر أن كيفين دورانت انتقل من بروكلين نوت إلى فينيكسونس بصفقة مبارلة كبيرة جدا كان فيها خمس بطاقة دراس كان فيتراثة لاعبين ولكن وقت الصفقة كان مصاب فما لعب اليوم كانت أول مباراة له وكانت ضد شارلت فورانت أولا يرى مميز إلى عودة اللاعب أن تلعب ضد فريق عنده إصابات عنده غيابات يعني اللاعب ما يحتاج أنه بيبدل الأساسا مشهود كبير جدا يرجع على رياحية هذا الشيء عشان كده يقول أبو كري يرجع ضد الثاندر أفضل من يرجع ضد الليكر عموما كيفين دورانت في أول مباراة إلى لعب 26 أو 27 دقيقة لديل 15 تسديدة سجل منها 23 نقطة لعب مباراة حلوة ستايل كيفين دورانت الشيء المتوقع من كيفين دورانت لعب شكل مميز جدا كيفين دورانت نعرف إيش ممكن يسوي بس اللي يذكر أرجع وعيد لما تكلمنا عن حضوظ الفرق أو زي في نكسانس تكلمنا عن كيف يعني التأثير الأكبر ممكن يكون لديه اندر ايتون زي اليوم 16 نقطة 16 ريبون هذا الشيء اللي تبغى مننا قتالية على الربون قتالية في الدفاع القتالية في البلوك القتالية على السيكند شانس بوينت وهذه الأشياء هذا اللي بيعطيهم أفضلية كبيرة جدا بس أبقى أزيد نقطة مسجل بس نقطتين أدري أنه أو يعطيك 10 أسس يصير في فلور جنرال وكل هذه الأمور ولكن ما راح ينفعل وضع ما بغى أركز على هذه النقطة اليوم لأن كانت المبارا سهلة كان الفريق فائز كل هذه الأمور أوكي ولكن أعتقل أنه منجي لهذه النقطة في إحدى الخسائر للا بلاي أوف أحس أنه بتصير هذا الشيء ولكن اليوم منركز بس على كمن دورانت مستوى اللي أرجع فيه كمن دورانت من اللاعبين اللي كل مرة تقريبا يصاب يرجع يرجع هو جاهز تماما يرجع وهو يعني عارف أنه هو يقدر يلعب ويعطيك مستوى ويعطيك المستوى فعلا ما تحس أنه صار له غياب لمدة سواء كانت الغياب أبو سبوع أبو شهر أبو سنة يعني أكيد يفرق شوي عارف ولكن يعرف متى يرجع ويرجع بمستوىاته المميزة يعني لأن سايل اللعبة اللي ما يعتمد على الاختراق على طول في البداية يعني ما بتكلم عن اندماج مع الفريق ولكن على مستوى الاندماج أو الكميستري اللي بتجي بتجي مع المباريات اللي لعب عشان كذا العشرين مباريات اللي بقت يحتاج يلعب معظم أو كل هذه المباريات عشان يبني كيميستري أفضل أنه بيحتاجوا هذا الشيء أكيد في البلاي أفس ملوكي باكس 16 انتصار على التوالي أكثر فريق حتى الآن في الدوري متصدر إلى القسم متصدر إلى الدوري أفضل سجل يعني في الدوري حاليا مباريات بدون يانس لعبة مباريات بدون ميدلتون بروكلوبز مباريات بدونها لكن هذا الفريق قدر يحافظ على نفسه ويعمل هذه الرن المميزة 16 انتصار متتالي ومو بس يعني على فرق ضعيفة لا مسوي ميكس عندها منتصر على فرق ضعيفة منتصر على فرق قوية منتصر على فرق منافسة منتصر على فرق وسط مع الكل لعب لعب مع الكليبرس مع الليكرز مع ميامي مع البوستن مع فيلاد فيها كل هذا الفرق لعب معها مع الفرق الضعيفة زي أورلاندو زي هيوستن لعب مع الكل وانتصر على الكل فما تقلقوا لأنه نلعب مع ضعيفة أو لأنه بس مباريات قوية قاعد يلعب تنافسها قاعد يعتقل كل حجمة وقاعد يفوز على الكل في معلومة ان الرباعي أو الرباعي الأساسي اللي عندهم اللي عند ملواكي اللي هما يانس وميدلتون وهولو دي ولوبز جدوا لنلحبوا بس هذا الرباعي أربع مباريات بس مع بعض أربع مباريات ومع ذلك هما السجل الأفضل كفريق هما اللي عاملين هذا الشتريك هما المصدرين هما أحد الفرق المرشحة إلى اللقب فريق مميز جدا يانس أكيد سبب أول فريقها ممتاز فعلا ولكن يانس هو السبب الأول عشان كذا لما نتكلم عن الفرق المرشحة هما الفرق ما عندي كثير أضيفة على السبب المميز اللي قاعدين يعملوا قاعدين نجلدوا في الفرق 90 مباريات تكون أصعب ولكن قاعدين نجلدوا في الفرق بس ما يصير ننسوي فيديو وفي فريق في 16 مباراة وأتليست نسوي لها منشين أو أتليست نذكرة يعني الشيء الأخير اللي أتكلم عنه هو انتصار الليكرز على الثندر قلت من قبل أن هذه المباراة مهمة جدا وصم بعد التفريط الليكرز في مباراتهم مع منفس اللي ما لعب فيها لبراون جيمس ولا دي أنجلو رسل اليوم في مباراة الثندر لا لبراون جيمس لا أنثني ديفس ولا دي أنجلو رسل لعبوا انباراة لحينا الثندر ما هو فريق الثندر شيء ما لعب الثندر عن المغيابات ولكن التركيز على هذه المباراة كان انتصار مهم جدا لأنه هم اللي انت المركز 12 هم المركز 13 مع انتصار الليكرز والآن وقت التسجيل الليكرز صعد مركز صار إلى المركز 11 ولكن هذا شيء ممكن يتغير الحلو في القسم الغربي أن كل هذا الفرق قاعدة تلعب مع بعض من 6 يلعب مع الكليبرس الليكرز يلعب مع الثندر البورتلاند يلعب مع البليكنز كل هذول الفرق قاعدين نضاربوا مع بعض ونعرف ما في تعالي في السلة هذا الفريق فوز على هذا الفريق انت ستقدر تاكل بيدك هذا اللي ذكرناه من قبل الآن في هذا المباراة الليكرز فاصفية على الثندر واللي مرت بصعوبات ولكن اللي نتفوز بدون أنثني ديفس بدون لبرون جيمس بدون دي أنجلو رسل رضا عناصر أساسية شيء ممتاز جدا نخلي حظوظك لسه ما زالت موجودة نخلي أمالك لسه ما زالت موجودة الشيء المحزن دي أنجلو رسل ما راح لعم باراد جيد الفريق السابق له من ستة ثمبر وولف بعد يومين فممكن ما هذا الصعب من الأمور احنا نعرف الآن لبرون جيمس سوى قلن أسبوعين ما راح يلعب يعني احنا عارفين بيسولة أو راح يقيموا حالته بس بعد أسبوعين فممكن يعني حتى نترم عادي جدا أنه ما قاعد نذكره كل الأخبار وأن لبرون جيمس سوى قاعد يغيب طوال الموسم ما حد يدري أو ممكن بعد أسبوعين يتم تقييم الحالة أو تقييم الحالة مع تقييم الليكرز نفسه إذا الليكرز قاعد ينتصر الليكرز متأهل ممكن يعني يستعجل فعودة لبرون جيمس بس أنه إذا الليكرز مثلا يعني يختار الآن مبارات كثيرة ويبعد أكثر عن مراكز التأهل ليش يرجع لبرون جيمس هذا الشيء لازم نحطه في الحسبان ولكن مبارات اليوم الانتصار اللي فيها يعتبر ممتاز جدا للليكرز عشان نحافظه على حضوهم الآن المبارات الجاية بيلعب أنثوني ديفس دي أنجلو راسل ما بيلعب ولا لبرون جيمس يلعب صعبة مع عمل ستة تمبر وولز هذه المبارات بعد راح تكون مهمة جدا زي أرجع وعيد لما تلعب مع هذول الخصوم أنت تنافسك على هذه المراكز زي لما نقول فكرة القدم باراة ستة نقاط نفس الشيء هنا مباركة لها عن مبارتين انتصارك يعني هزيمة هذا الفريق وتوقيفه هذه راح تفيد الفريق بشكل كبير جدا راح نشوف إيش ممكن يصير بس هذه المبارات مبارات سابقة كيف خسروا مع منفس بالترن أوفرز وانتقلنا شرودر على الترن أوفرز وكل هذا الأمور كلها هذه المبارات غريبة جدا مع منفس حقيقة يعني تجيب الهم بشكل غير طبيعي 26 ترن أوفر 42 نقطة من الترن أوفر 86 نقطة في البين هذا كان شيء عجيب جدا اليوم مثلا شرودر لعب بشكل حلو يخمسة إلى استلاعبين من اللي كانوا مسجدين زاد عشر نقاط في أداة جماعي أوسترريفز مسجل بيرفكت كنسبة تسجيل أوسترريف خمسة من خمسة وشارسة حيث راتيه واحدة بس أننا مسجل خمسة من خمسة بيرفكت شيء ممتاز جدا لاعبين حب في النهاية بس مستوى شرودر بعد المبارسة اللي كانت منها حلو التعويض اللي يجي من اللاعبين اللي كده وبس هذه حلقة سوالف سريعة كده عن الأخبار لستعرف الدوري هاليومين وبعض المباريات عطونا رأيكم في موضوع جاموران توقعوا أنه صحيح ما هو صحيح إيش ممكن يصير لو كان صحيح عطونا رأيكم تحت وأيضا بالمواضيع اللي تكلمنا عنها وأيضا بما أنه وصلنا إلى المئة ألف عطونا هذا الاموجي تحت تعليقات وألف ألف شكر لكم دائما على الدعم نميز جدا جدا اللي قدرنا من خلاله نوصل إلى هذا الرقم الكبير كبير جدا هذا الرقم شكرا لكم جميعا شكرا ومن يعطيكم العافية على مشاهدة لايك اشتراك نشوفكم في الفيديو الجاي سلام